ويواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا نشاطه في دبي فالتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في دبي الرئيس الليتواني وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأتيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى جانب استمرار تنصيق فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترق كما أيضا تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلاة بالتعاون الثنائي حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات الليتوانية في مصر وتطلع لتكثيف التعاون في مختلف المجالات أيضا تترق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترق والتحديات التي تواده الدول الإفريقية والأوروبية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتي تفرض التنصيق والعمل بين الجانبين لتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشترقة أيضا تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن كل من تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومستبدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي